السلام عليكم ومرحبا بكم عزائي المشاهدين وعزيزات المشاهدات في فيديو جديد لتشاهد من الخلال وأنه يلقاكم بأحسن صحة وعافية وتكونوا إن شاء الله كاملين بخير وعلى أخير فما ننسوش نبدأ الفيديو جانب صالحة على سيدنا محمد اللهم صلي وسلم وزيد وبرك على سيدنا محمدين وعلى آله وصحبه أجماعين فبالمناسب إن شاء الله هذا الفيديو اللي غدي يكون معنا اليوم فغدي يكون فيه واحد العرض اللي هي وطنية عرض نوعية وبالنسبة لهذه العرض فاش كنقوله وطني يعني غدي تكون في أي محل ديل بيم قريب لكم فتاريخ ديلا غدي تكون الجمعة الجاي نهار ربعتاش شهر عشرة فقبل ما مبدأ بخيزة نطاسيون ديلا كنبغين شكركم بزاف على التعاليق والتفاعل لكمبيناتكم فالفيديو الخراني اللي شارك معاكم فيديوها تقريبي على المنتوجات اللي كانت اليوم عند محل ديل بيم فشكرا لكم كاملين وما تفوتني شفرصة أيضا رحب بكم بالناس الجدود اللي أول مركش في القناة دينا منسوا وشتركوا معنا وتفعلوا الجرس باش هكده إما نوصلكم جديد دي القناة فقدين بدأوا على بركش اللي باش نشوفوا العرض كل حاجة واشنون فيها فأول حاجة كنبغين معانا كنبغين معانا هاد سيرفيسا قاتو او لتقام ديال حلوة بالنسبة لهذا فكي تكونوا مواحد لاسيات لي هي كبيرة تبصيل كبير ديال 28 سنتيمتر مشيش كبير كبير فالطباص الكبر تيكونون ثلاثي لفوق وكينبغين معانا طبيصلات صغر فستا ديال طبيصلات تيجيوا فيهم 19 سنتيمتر فهما ستا ديال طبيصلات وعاد زيدوا عليه التوصيل كبير هي سبعة ديالي بيس فهذا المجموعة هادي كتجيب واحد تامان ديال 130 درهم على ما أظن سوف نرى صورة دياله ونرى ثمان ففعلا ثمان ديال 130 درهم تقريبا اللي هي 2600 ريال بالنسبة لجناب ديالهم رفيهم بحل شكل ديال الضوغي وهنا ايضا كينبغين معانا حتى هاد صحان تقديم زوجنجي فهذا كيجي كبير فيه تقريبا 32 سنتيمتر في القطر دياله بالنسبة لجوانب دياله كيف كتشوفو عنده بحل شكل ديال الوراق ديال الورد وهذا كيجي غارق شوية فهذا التامان دياله تدير تقريبا 1-30 درهم لي هي 600 ريال فهذه الأواني اللي سوف نرى كلهم ديال الزج من بعد كينبغين معانا ايضا حتى واحد مجموعة ديال ديال الستادية الاوعية ديال تقديم اللي هما هادو فهذا كنتجي معاهم بلاتو ديالهم او لصينية ديالهم وهما كلهم ديال الزج للبلاتو ولا حتى دوق جبيبناش فبنسبة لجبيبناش كينين 6 ففيهم في القطر ديالهم فيهم 6 سنتيمتر كيجي شكل ديالهم دائري بحل هكا ماشي بحل الجباب العاديين فيهم 6 كيف قلنا في القطر وغارقين فيهم تسعود في القطر وغارقين بستة سنتيمتر باش غارقين جناب ديالهم راي فيهم كيف قلنا فيهم واحد سنتر ديال الدوري وايضا حتى البلاتو او لصينية راي فيها 32 سنتيمتر في القطر وغارقة تقربة ماشي يجو سنتيمتر فبالنسبة لهذا الأواني هادو فكينين الناس اللي كانوا كي يخدوهم من بين فاش كيديرهم مثلا في ديال الآلة ديال ديال الغاسل ديال الأواني مع البروديو مع سخونية فديك صباغة راه هكا الطير فاي حاجة فيها صباغة حاولوا ما تديروهاش فالآلة ديال الغاسل الأواني فالثمان دياله صراحة تمال اللي هو غالي وبالنسبة اللاسيات اللي شفنا اخرى ديال الطبق ديال التقديم فهذا كان ثمان ديال وزوان 30 درهم هنا كي المعالى ايضا حتى الطبق ديال التقديم ديال حلوة فهذا عنده رجل دياله كيف تشوف الصورة بالنسبة للقطر دياله في 32 سنتيمتر تأتي بثمان ديال سبعين درهم تلقى ثمان مناسب سبعين درهم يعني ١٠٠٠٠٠٠ ريال من بعد مبيل العرض اللي كانت معانا حتى ١٨ طورنوفيس فتيجوا ثمانية على هذا الشكل هذا ففيهم جميع الشكل فيهم القلاو فيهم ايضا حتى الامريكا وكين ايضا حتى اللي طورنوفيس اللي هما فيهم حتى بحد شكل ديال الجرانش فهكين هاد الصغار هادو هادو فيهم عشر ديال لي بيس وكانت جي معاهم صيبورة ديالهم نتيجة حطو فيها فكيجيوا بهذا الشكل هادا بالنسبة للناس اللي عزيز عليهم مثلين بريكولي وشي حاجة في الدار فكيبقوا هادو مهمين انهم يكونوا في الدار ففيما يخص ثمان ديالهم جيبينهم ١٠٠ درهم اللي هي ١٠٠٠ ريال فكانو كيبيعوا واحد البواطا ايضا تهيي ديال طورنوفيسات كانت زوينة كانو كيجيبوا ١٠٠ درهم من بعد ولو كيجيبوا ١٠٠ درهم تهيية كتكون زوينة وهنا ايضا 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 اشوفو كنا معانا واحد الفيسوز الفيسوز إلكتريك فهذه الفيسوز إلكتريك كيف كتشوفو راها كتقدروا تخدموا بها بهذا الشكل اللي هو طولي فيما يخص هذي فكيجيو معها الريوصة ديال اللي ترنوفيس بهذا الشكل وهذا كيف قناره فيهم جميع الشكل فيهم مثلا فيهم مريكان فيهم الغلايد فيهم مرقاق فيهم جميع الشكل اللي غاديتقدروا تكون محتاجينه فبالنسبة لهذه status تطلب في تيماندين ميه درهم مع الباتري ديالogi كانت تشارجته تحت ال wealthy حسيوية وكنت تشارجة شمع نسبة الباتري ديالقة غير الف و ثلتمية ميلي أمبيرر hard بالنسبة للك不過 оказ friends is open to 11 رب ايضا ايضا معه حتى كيف قلنا تいうこと القليل الخيارجر وديرت تطلب على تيماندين ميه درهم الفين ريا ايضا وحتي المنتوج اللي قلنا نشروه ب weldبنا في التحister في الشوارع وهو عجلة كهربائية الكبار او تراتينات بالنسبة للناس كبار فهذه الالكتريك فهذه السمية ديلها مايالكتريك سكوتر هذي ديل تشيومي فسلعة تشيومي اللي هي سلعة معروفة فبالنسبة لهذه المنشوج هدا كيف قلنا را ولا شائع مؤخرا كين الناس متى اللي تكون عندهم الخدمة بعيدة او كتكون قاع قريبة وكيكون عندهم مشكل ديل امبوتياج ديل ازديحان في الطريق فتيستعملوا هاد تراتينات هذي فتيمشيوا بيها وكتكون يعني كتربحوا الوقت وايضا كتربحوا اكتر قليصات لان هذي كيف قلنا تشخدم بطوك وكتشارجة فبالنسبة للتراجي اللي قدرت تدرب لكم وهي مشارجية تدرب لكم ثلاثين كيلومتر فهذه مسافة اللي هي جد مهمة وبالنسبة لهذه السكوتر هدا فهذه كيف تشوفو راها كتشطوع كتجمع فيما يخص السرعة فأقصى السرعة كتشوصل 25 كيلومتر بالنسبة ل المود اللي فيها ففيها طروع مود في هال المود اللي هو عادي مثلا ديل كتستعملوها وانتما كتدفعوا برجين بحال التراتينات العادية وفي هال المود التاني اللي هو مود ستندار فهذا كتكون السرعة اللي من زيارة حتى ال 20 كيلومتر في الساعة ومود السبور اللي كيكون المود اللي هو سريع فكتزدت تقريبا غير واحد 5 كيلومتر في الساعة فكيكون من زيارة حتى ال 25 كيلومتر في الساعة بالنسبة ل هيا شحل تقريبا ديل الوزن اللي كتستعمل كتستعمل حتى 100 كيلو ديل الوزن بالنسبة للموتر ديلها موتر اللي هو مزيان 900 كيلو تقريبا في الطلعة راكي يكون مزيان فيما يخص ايضا الديفرانس بين هادي وبين اه اللي كيكونو ديجاكين اندب حاليا في الساعة فالوقت اللي كتكون مثلا في الطلعة فتكتكون شي طلعة اللي هي كتير عليهم فما كتستعملت وكتتم بحلا راجعة بيكم بالنسبة لها ديل تيومي رافيها واحد سيستام وتشوف راسة غطرتها حيث هي كتفراني أوتوماتيك من راسة بالنسبة لباتري ديلها فالباتري ديلها را مزيان وبالنسبة للميزات الاخرين وبالنسبة لفيديو تقريبه فغادي نحاول نشاركو معاكم ان شاء الله في الفيديو اللي غادي نحطوه معاكم نهار الاربعه الجاية باش كنزيد نقربكم من هاد المنتوجه شادي الوزن ديلها تقربة واحد تلتاشر كيلو ونص الباتري كيف قلنا باتري اللي هو مزيان مقاوم مثلا الانسيولي كتكون كبيرة تقاوم درجة الحرارة العالية بالاضافة انكم نوقيت اللي كتكونوا كتستعملوا غب غبر جل ديالكم يعني كتدفعوا غير نشوه مبناء كتكون الباتري ديلها وفيك يقدر يتشارجها اوتوماتيك وعد الحاجة اللي مهمة فهدي كيف قلنا راكت تجي ديالت يومي عندها واحد الابليكاسيون ديالك تنزلوها من الاب ستور او البلاي ستور باش كتقدروا تقفلوها بهذيك الابليكاسيون او تخدموها بالابليكاسيون اضافة الحويجات اللي هما ما زالين غادي نتكلموا عليهم ان شاء الله في الفيديو الجيه بالنسبة التامان دياله جايبنا ب5000 درهم اللي هي 100 الف ريال فبالنسبة فاجد خلت سيت اوفيسيال دياله فارا القتاب بكتر من هات التامان القتاب شي على ما اظن شي خمسمية وثلاثين اورو اللي تقدر اللي حسبتوها تقدر تجيكم حتى الخمسة الاف وثلاثمية درهم اللي هي 160 الفريال فتنتمنى هالفيديو هذا ان شاء الله يكون اعجبكم وما تبخلوش انه دائما بتجيهات وشعليك زونيك تخلينا وان شاء الله نحاول نزيد نقربكم من هاد المنتوج هادا كتر في الفيديو الجيه فاخليكم دائما في الموعد فانتمنى اطلاقكم ان شاء الله يوم غاد في فيديو جديد ولقاكم ان شاء الله باحسن صحة وعافية الى ذلكم الحين سنقول لكم تبارك الله عليكم